اشتركوا في القناة ما اعرف واني هم عرفت اللهجة ماتت هو منين لكن ما رح اقول هو من اي مكان احتراما الخصوصيته مصطفى يقول انا عجبتني قناتك جدا وحبيت اشارك القصة اللي صارت وياي وقبل لا ابدي بالقصة ما تتموح لفلي قسم ويمين مغلط على القصة انها حقيقية وحثة اياه شخصيا واحتراما الى اني لان هو انسان جدا رائع الله يحفظه راح انا اخذ دوره بالقصة انا اسمي مصطفى وما اعرف اشلون افهمكم بالعمل ماتي او الشغل انا الشغل ماتي طبعا هو الشغل معب الم القناني الفاضية والكارتون امن الحاويات ومن الشوارع من اي مكان المهم واخذهم ابيحهم ابيحهم يعني هذا رزقي وانا اطلع يوميا نوبات الصبح نوبات العصر حسب الوقت اطلع المهم ونوبات حتى ما ابيع باليومين او ثلاثة ما اقدر ابيع لان ما جمعت شيء حالتي فقيرة لكن الحمد لله وبعد فترة قمت اشتغل بالحي الصناعي ونفس الشغلة لكن بالحي الصناعي يعني سمحولي ادخل لي جوه لما سمحولي ادخل اكو كاراتين تبقى وانتو تعرفون الحي الصناعي هو عبارة عن محلات التصليح السيارات اضافة الى هاي مصانع شبيرة موجودة بالداخل يعني مصانع حديد ومصانع خشب وغيرا من المصانع عدة لكن انا اي لقى هواي كارتون جوه وشنت افتر بهذا المكان يوميا ويوم من الايام ما رحت وتأخر الوقت وقررت اطلع الساعة تسعة بالليل افتر بالمكان ورحت الساعة تسعة بالليل افتريت بالمكان ولميت كاراتين واني جاي امشي باحد الازقة المظلمة داخل هذا الحي الصناعي صاح علي شخص من بعيد ورحت علي انا عبالي عنده كارتون او اشياء لمهن لان دائما اصحاب المحلات يعني يتركون اشياء ويقلولي اخذهن ذني مريتن والغراض تنبع واني حتى الحديد اخذه اقدر ابيعها قال لي اسمع شنو رأيك تشتغل ويايا بس اليوم لان العامل اللي عندي ما اجي والشغل ما جاي يكمل واني يعني اطببك لهذا المعمل ويايا ولتريده انطيك ايا بعد هي يعني عرض علي مبلغ اكيد اني اذا باش رح اروح ابيع اللي عندي كله ما رح اطلع هذا المبلغ مباشرة وافقت ودخلت ويا المعمل قلت لاني ما اعرف اشتغل نهائيا والشغل اللي كان اشتغلوها هي عبارة مثل الانبوبات ما اعرف ما شنو حديد وهاي الانبوبات تطلع من النار وتجيك يعني على شي يمشوا بعدها لازم انت تسحبهن وتحطهم بالزيت وورا فترة تطلحن من الزيت وتنشرهن على الارض صح كان العمل شاق لكن الفلوس اللي انطانيها تسوي انه انا اشتغل هاي الشغلة وظل واقف يمي ويعلمني وبعد ما استمرنا بالعمل الحد الساعة اثناش نزل هو والعمال ولما نزل هو والعمال قال انت راح تظل وحدك بالمعمل المعمل كله معدات وكله آلات ما يصير انا اظل وحدي باوع علي قال لي وهذا راح شوي النوب ويرجع لك يعني واحد من العمال قال لي هذا راح يروحوا اياي للشارع وبعدين هو يرجع لك هذا يظل هنانا واصلا هو هنانا يبات وينام هنا فانت هسا راح تدليك بالعمل اللي راح تسويه قلت له شنو دخلني الغرفة وقال لي تبدو تنقل مثل ذن الانبوبات تطلحهم برا وبس تنشرهن هذني تظل مصفطهن على الارض هنا شوان مصفط على الارض كراتين وانا صفط بذني الانبوبات وكان الصوت عالي جدا مع المكاين وبعد ما طلعوا العمال كلهم صار هدوء تام وقبل لا يطلع قال لي اذا تريد تصعد فوق تلقى اكل اذا جوعان اكو اكل فوق اكل وطلع من المعمل وكان المعمل جدا وانا اتجهت للغرفة اشتغل وبعدها سمعت صوت مع الباب تنسد ما عارت اهمية للموضوع قلت اكيد هو رجع الباب وسدها ظليت اشتغل واجيب واول نقلة اليه جبت دن الانبوبات جاي افرش بيهم باوعت على الباب لقيتها مزدودة رحت اردفتحها لقيت الباب مقفولة تماما وانا حبست داخل المعمل قلت خلص يجوز مئة من عبالة هاني ااخذ حاجة من المعمل وهذا حقا وكان المعمل كلها مزود بكاميرات ظليت اشتغل لحد ما جعت وتقريبا على الساعة ثنتين صعدت لي فوق في سبيل اكل صعدت لي فوق لقيت مثل يعني غرفة صغيرة لم سويها مثل مطعم وبها طباخ وبها امور ثانية باوعت لقيت اكل بديت اكل سمعت صوت او حركة موجودة داخل المعمل صوت ما الاقدام ما الشخص جاي تمشي بالمعمل الغرفة اللي قاعد بيها اني كانت بيها شباك شبير جدا ومطلع على المعمل باوعت ما لقيت اي احد لكن الصوت مستمر وجاي اسمع الصوت مات تحتى يتنقل فوق الغراض اللي موجودة على الارض ما عارت اهمية الموضوع وقلت احتمال العامل اللي قال علي راح يرجع ويباتي هنا ورجع وفتح الباب رجعت المكان جاي يكمل اكلي سمعت الباب اللي وراي تحركت او انفتحت وردت انسدت لكن هي ما كانت اصلا يعني مقفولة يعني بس انفتحت شون الهو من يفتح الباب باوعت لقيت قط موجود اسود يباوع علي هو يباوع علي شلت من الاكل اللي عندي وشمرته الي وهاي شغلة جدا عادي دائما ننطل القطاط اكل لكن اول ما شمرت الاكل الي اختفى من قدامي وركض ما عرف وين راح وانع بالي خاف كمالت الاكل ماتي وسويت شاي وطلع السيجارة جيه تدخنها وبعدها باوعد قلت اكو كاميرات بالمكان وهس يجي ويقول لي ممنوع التدخين هنا وصدق هو المكان ممنوع به التدخين لان حاض علامة ومعرف ليش ممنوع به التدخين مع العلم المكان يعني جدا وصخ يعني عادي اذا دخنت به المهم قلت اخاف اكو شي يشتعل او يخاف من حاجة هو فقررت انه اطلع برا خارج المعمل لكن اذكرت انه الباب مزدودة بعدين قلت لا موجه شخص اكيد نزلت لي جوه لقيت الباب مقفولة وعلى حطتها ومعهد داخل ورجعت لي فوق لان كان لت اكو باب ويمكن هاي الباب وطلعني للسطح مال المعمل لما انصعدت للسطح مال المعمل دخنت فوق لكن لقيت فوق غرفة موجودة فوق المعمل والغرفة هاي كانت مو من ضمن المعمل يعني غرفة مال واحد مسوية وبابها مزدودة وقلت يمكن هاي مغزن ضلعت ادخن وقريب مقانج اخلص بالسيجارة ماتتي التفتت وراي لقيت ابنية فاتحة هاي الباب وتباوى عليه والابنية كانت جميلة جدا ونظيفة اشجابها بهذا المكان ما ادري فاستحيت جدا من عدها وقلت احتمال اكو حارس بهذا المكان او هاي امرت هذا العامل اللي قال عليها واستحيت جدا دنقت راسي وفتت من يمها لكن هي ظلت تباوى علي ومبتسمة وكنت انا باوى عليها بطارة في عيني مبتسمة وياي نزلت مباشرة وسديت الباب واستحيت جدا وظلت مستمر بالعمل ماتتي لكن اسمع اصوات غريبة واقول احتمال هاي حيوانات موجودة بالمكان وانا بحي صناح متروس كلاب وقطط والمسألة عادية جدا لكن الاصوات شنت اسمحها انا داخل المعمل وقدت احتمال فيران موجودة بالمكان ظلت اشتغل لحد ما طلع علي الصبح وهنا انا فتحوا علي الباب المعمل ودخله والعمال وهو دخل وياهم باوعت علي وقلت لأنت البارحة موجودة راح يجي شخص ضحك ابتسم وعرفت انه هو جاي يكذب علي فقط عبالة انه انا راح اخافض اظليت وحدي قلت لأنا تعبد جدا وبعد ما اقدر انطيني الفلوس وانا مود اروح قال هسا انا انطيك الفلوس ماتك وصعد فوق للغرفة الثانية اللي كانت مقفولة غرفة المكتب مو الغرفة بالسطح لان كانت اكو غرفة ثانية غير المكان اللي اكلت بي مقفولة وعرفت انه مكتب دخل وورا شوية نوب ناداني احد العمال الموجودين وقال لي اصعد يريدك صعدت الا لما انصعدت قال لي انت ليش فتحت الباب مور السطح وصعدت والسطح كان ممزود بكاميرات فانا اش عبالي عبالي انه هاي المرأ او هاي البنية الحلوة قلت لي فقلت لان اعتذر واسف البارحة اللي قيت هاي البنية فوق وانا ما كان قصدي انا شفت علامات جو انه ممنوع التدخين وصعدت دخنت فوق قال لي لحظة يا ابنية قلت لابنية فوق بالغرفة قال لي بالغرفة هاي الفوق المزدودة قلت لقي مباشرة قال لي يمشي ويا وصعدت فتح الباب الغرفة قديمة جدا وبيها كراكيب وغراض واسلا ما ينقعد بيها نهائين والبنية اللي شفتها نظيفة قال لي انت متأكد من الشي اللي شفته قلت لها متأكد مية بالمية وبدأ تنطي بالمواصفات مالتها باوع علي وقل لي انت ظاهر شن التعبان ونعسان وهس راح شايك على الكاميرات يجوز راح يلقاك نايم شايك على الكاميرات ولا لقاني صاح ومانمت نهائين وظلت اشتغل طول الليل قال خلص معلي المهم انت كملت شغلك انطاني فلوس وفراحت بهذا اليوم ورجعت للبيت نمت نومة جدا طويلة بسبب التعب لان اول مرة اشتغل هي الشغلة واتعب هي اجتعب واخذ رقمي وبعدها يمكن بثلاثة ايام اتصل علي بالليل الساعة ثمانية قال لي على الساعة اثنان اش تقدر تيجي اليوم قلت له اي قال لي نفس الشغلة انت بس تشيل الغراض وكذا وكذا وحنا مجاهزين واني امنتلك حتى اذا تريد عفلك الباب ما المعمل مفتوح قلت له لا تقفل علي الباب ما المعمل انا ما اريد احد يدخل علي انا وحدي واذا دخل احد سرق له شي راح تصير ابذمتي قال خلص صدق على الساعة اثنائش رحت لقيته هو والعمال موجودين دخلت مباشرة للمعمل بعدها اللي ما يحتاج علمك هاي شغلتك والاكل فوق اذا تريد تاكل وخلص وحنا راح نسد الباب ما المعمل عليك وصدق طلع وعافنوا سدوا الباب ما المعمل وانا بديت اشتغل بديت اشتغل وشنت موجوعان نهائيا لكن على الساعة ثلاثة لازم ادخن وصعدت فوق مباشرة اكلتلي حاجة خفيفة وسويت شاي وقلت خلص خلص دخن السيجارة ماتتي فوق وصعدت مباشرة خليت عيني على الغرفة اللي موجودة والشي اللي شفته هل هو حقيقة ولا لا رحت على الباب ما الفوق ما المغزن هذا وفتحته لما انفتحته باوعت نفس الكراكيب ونفس الغراض وما كان موجود اي شخص وسديت الباب ولما انسديت الباب حسيت اكو حركة وراي لما انتفتت شفت هاي البنية واقفة ارتعبت جدا وخفت باوعت علي وقلتلي جنت تدور علي ظلت ساكت ومستحى من عدها كانت نظراتها شعرها جسمها كل شي بيها حلو ولطيف ظلت ساكت وخجلان ما اعرف اجاوبها قلت لها لا بس فتحت الباب قالت لا انت جنت تدور علي قلت لها انت جابت هنا وصعدت على المعمل قلت لي اني بنت الحارس اني الغرفة مولتنا موجودة بصف المعمل واني اقدر اطب واطلع فبراحتي قلت لها بس الباب مقفولة انت منين طبيت المعمل وليش اجيتي وانزلي منين ما اجيتي لان اخاف والدك يشوف شوية الاخوانك ويجوني اذوني عبالهم انه انا صحتك وهي كانت يعني مو حل شبيرة بالعمر بداق الوقت يعني يمكن كانت بسن مول مراهقة الان صغيرة بعده قلت لي معليك بي خلص خاف على روحك صدقاني عفتها ونزلت عفتها ونزلت وجند اشتغل واجيب دن الغراب وارجحهم بالمعمل لكن افكر بيه هاي منين جاي الطب بعدها قلت احتمال اكو درج موجود خارجي يصعدك للسطح وما للمعمل هذا اللي حسبته اني ومشي اليوم وعده طبيعي وجيت اخذت الفلوس من عنده ولما انا خذت الفلوس من عنده حاجته قلت لي انا مصعدت للسطح ترى وشفت البنية نفسه وقلت لي اني بنت الحارس واكو غرفة بجانب المعمل وهو الحارس قل لي لا اكو غرفة ولا اكو حارس ولا اكو كذا ولا اكو كذا طبعا انا عفتة وطلعت ولما انطلعت طلعت مجنون يعني افتر دار ما دار المكان صدق ما موجود اي شي بعدها خبرني ورا يوما ينقل لتعال قلت لما اج نهائيا للمعمل ماتك لان الشي اللي جاي اشوفه جاي اشوفه حقيقي واكو بني موجودة بالمعمل ويجوز هاي جنية قام يضحك علي وسد التلفون وبوجه يقال بكيفك انت متريد تشتغل لما سد التلفون قمت ما اروح لنهائيا ودائما مني خابرني ما اجاوب على اتصاله ومثل ما قلت لكم وانا كانت عندي عربانة اشتغل بيها يعني اسحبها ولما اعلقى اشياء ثم باع اخليها بالعربانة وثاني وما اروح ابيحها طبعا نزلت بطريق وهو كان منحدر وهذا الطريق بصفة صاير هذا الحي الصناعي اللي قلت لكم عليه ظلت مستمر نزونة بهذا الطريق وكل بين والكاراتين فتشي حديد واخليه بالعربانة وانا جاي امشي شفت ابنائة الطريق اكو ابنية واقفة على الحافة مار الطريق والابنية يمكن هي نفسها شايفها ولا لا بعدها قلت لا عادي يعني يجوز القى ناس يجوز القى اشخاص عادي وطبيعي واتعاجزت ارجع لان كان الطريق نزلة جدا حادة وقوية اريدت اصعد راح يتعبني لازم افتر نفسه قالت انا جيت ووقفت لك اهنانا وجاي انتظرك وقدر بيك راح تجي اهنانا ليش قمت ما تجي للمعمل واني حبيتك ليش انت بعد قمت ما تجي كانت تحكويا كلمات ما عرف الشون هي يعني كلمات ما الاحد ماين على احد او ما عرف الكلمات اللي كانت تحكين ولما تحكويا جنت انا ظل بس مبتسم ما عرف ليش يمكن لانه اول مرة بنيت تحكويا او تباوع علي لان اغلب الوقت انواني ما مهتم بحالي نهائيا فقدت رهسرت ريدين من عندي شنو قالت ما اريد شي من عندك مثل ما انا احبك تحبني استحيت من عدها لزمت العربانة ومشيت قلت تاني ويني وين الحب وانا جاي امشي اظلت تنمشي بصفوي وتحكويا كلام جدا جميل وكل ساعة تقول لي احبك وانا قلها روحي من يمي انت ما عندك اهل الوقت متأخر وطالعة برا اهلك ما يدورون عليك ضلت تمشي وياي وتفتر بالشوارع الفارغة وهي تفتر بالشوارع الفارغة وياي اخير شي لقينة منتزه يعني على حافظة طريق وكان صغير فقلت لبست على ادخل وياي هنا وخلي اقعد احكي وياك بين وبين كماني صدق يعني يمكن حبيتها دخلت وياها للمنتزه ولما دخلت وياها للمنتزه كان الوقت متأخر وهي قاعدة بصفي وتزور في وياي وبوقت ها لزمت يدي الخشنة وظل تتحرك باصابعها على ايدي وتضحك وتقول لي حبيتك وحتى اهل اذا يشوفوك رح يحبوك اكيد هي جاي تحكي وحاط ايدها يعني وتحرك بايدي سمعت صوت واحد يقول لي انتش عندك هنا الوقت متأخر ومن اللي قل لك الطب من بعيد مباشرة قمت مواحس يعني بايدها هي بعدها لازمتني افتريت وراي لقيت رجل يعني من قوات الامنية ان هو ممنوع انه ادخل بهذا الوقت المتأخر فقلت لان اشتغل وجيت الام افتريت ما لقيتها موجودة بصف وهنان انصعقت قال لي اطلع بسرعة من نان وش جابك وش حندك قاعد هنا قمت ما اعرف احد شي لما قال لي اطلعت مباشرة واني متفاجئ انه كانت وياي وحدة لو ما كانت وياي وحدة واستمرت علي احداثها المتكررة دائما تجي ونفس الشي تقول لي انا احبك واني اريدك وقلها انت وين بيتكم تقول لي بعد وقت مهسة اقول لك الا اتأكد انه انت تحبني ويوم من العيام طلعت على الساعة الثمانية ثمانية يعني ورا صلاة العشاء وجاي افتار وادور ويعني اترزق ادور ارزق مالتي وصلت مكان وهو مقلع والمقلع يعني ذبون بنفايات سيارات الكبار تجي تفرغ به رحت به وهذا المكان دائما يكون بهيش وقت ما موجود به اي شخص لكن اذا تروح الصبح تلقى هواي ناس مشابهين نفس شغلتي لمون الاشياء اللي تمبع دخلت بهذا المكان وبدأ اطلع الاشياء وحطني بكيس صغير في سبيل احطن بنفس المكان اللي نفايات وهي مرتبة ودومها نظيفة وريحتها حلوة اشجابها هنا اهنا تأكدت مية بالمية انه هي من الجن لكن لما اتقربت عليه وحجيت ايا نسيت كل شي حتى نسيت انه هي جنية وان وياها بمكان من قطع ووحد ومكان يعني تعرفون انتم كل النفايات ظليت اسول في وياها وقلت لها انت ليش تظهري وتطلعين وتختفين ومعرف شنو والشرطي منحجوا ويايا انت اختفيت قالت لحد لان انت ما حسيت وجت اتقربت علي ولزمت ايدي مرة ثانية ولما لزمت ايدي مرة ثانية ما عرف اللي صار بيا حسيت نفس وعالم ثاني حرفيا فقدت الوعي والكلام اللي راح اقوله كلكم راح تقولون يكذب وهو هذا الشي اللي انا خايف من عنده محد يصدق بيا ولحد هاي اللحظة محد يصدق بيا طبعا حسيت نفسي انا بعالم ثاني او مكان ثاني نظيف جدا مو المكان اللي شنت بيا لكن انا اشعر انه هذا المكان انا بعدني بالنفاية بس شن اللي ظليت انا بهذا المكان واقفين يعني فترة من الوقت بعدها شفت شخص اجي يتمشي من بعيد وحده وشافني وقالت هذا ابوي وما يحتي خلص بس هو موافق عليك وتركنا وراح ظلينا مكان كبير وعريض انا ويا واللي صار بديت الليلة ما ينسي نهائيا طبعا اللي صار هو اللي ببالي وبالك نفسه يعني خلص مثل اللي اززوج فاللي صار بعدها يقول انا ما صحيت غير الصبح لقيت نفسي انا نايم يعني على النفايات وممدد ويدوم الوصخة والعربانة ماتت بعيدة علي وهي ما موجودة بأي مكان يقول ارتعبت وخفت من اللي صار ويا وهنا قمت تصرف تصرفات غريبة وكل اشعر نهائيا باختلاف وشنت دائما اروح بالليل المكب والنفايات ويلقاها هناك ويصير بين وبين هي اللي يصير وشنت اذا اسمع قرآن او اسمع عذام بالصدفة اضال اكفر وصير بيه هستيرية ومطبيعية كل اللي موجودين ويايا ويشتعلون ويايا بنفس الشغلة يعرفوني انه طبيعتي تغيرت وكانوا يقولولي لكن اقولهم واني ما بيشي واحسن منعتكم وما اخذوا اياهم غير دقائق عديدة وعوفهم وامشي استمرت فترتي يعني تقريبا ثلاثة شهر على هاي الحال لكن انا ما اشعر العالم يقولولي انت ليش يشي صرت وشن اللي صير وياك لما نحشون ايا اعوفهم وامشي وبعدها بيوم من الايام وانا جاي افتر باحد الشوارع يعني بالمناطق والدنيا كانت العصر ناداني احد يعني من البالكونة رجال شبير بالعمر وقال لي تعال عندنا غراض يفيد انك تاخذهن مجانا وقفت ورحت عليه فتح للباب مع البناية ومارتهم وصعدت عليه لما صعدت قيت شوية كارتون شوية حديد يعني جان نظيف جدا لكن البيت مات كانت بريحة تخنقني ومو طبيعية ما اقدر اشتمح ليش يش بيت توصخ ما اعرف لكن البيت شوفه انه شكله نظيف يعني بس الريحة اللي جاء تطلع من عنده جدا سيئة بعدها اذن الاذان ولما اذن كان التلفزيون ما يعمل وصوت جدا عالي من قوة الاذان حسيت اذاني يعني معرف اللي صار بيها وبديت اعيض بنص بيتها واكفر واصيح واقل اطف لا اروح اكسر واصيح بكل علو صوتي بعدها هو مباشرة ما طف واجع عليه ولزم ني من نيدي الحد ما اخلص الاذان ولما اخلص الاذان جنت احس بقلبي يريد يوقف ودقات جدا سريعة صاح على زوجته معرف منه جابت لي مي وما شفت هنطط هي من وعلى الباب حتاني قال لي انت شبيك وليش يصار وياك طلع الرجال مؤدب ومحترم قال لي تعالي مشويا ينزل صلي ظلي تصرخ وقل لا كل شي ولا صلاة وكل ولا قرآن وكل ولا آذان عوفني اردط خلاص حتى غراض ما اريد ظلي متشلب بي ولازمني وبعدها قام يقرأ قرآن واني قاعد قدامه لكن اريد اقوم اضربه لكن احس نفسي اتشتفت تماما وما جاي اقدر اتحرك لحد ما فقدت الوعي ولما انصحيت صحيت واني موجود بالجامع القريب من بيته وتفاجأت انه اني موجود هنا وقال الحمد لله على سلامتك انت كانت عندك جنية وتحبك والحمد لله والشكر رب العالمين رماك بدربي في سبيل اساعدك وقدرت اخلصك من عده وهايا كانت القصة ماتي وحقيقية مية بالمية واتمنى من كل الشخص يسمعها ياخذ العبرة من عده والفائدة لا تظل تقول لي مثلا مو حقيقية ومعرف شنو العبرة والفائدة انه اذكر ربك دائما وصلي دائما على الارض ويأذيك ولهنا تنتهي قصتنا وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله